تشكيل الحكومة يحتاج إلى بعض الوقت والعقد متعددة وليست فقط طائفية الكلام لنائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني في حديث خاص لتلفزيون لبنان هناك تقدم في تشكيل الحكومة ولكن ما زلنا في المراحل الأولى وقد تاخد شوية وقت هلأ بهالكم أسبوع اللي جايين لتكون تبلورت الأمور أكتر وانتقلنا من هالمراحل الأولى إلى المراحل متقدمة من بعد ما تتشكل أو يتقرر على الحصص ولكن من يشكل الحكومة هو دائما رئيس المكلف بتشكيل هذه الحكومة هو عنده الكلمة الأخيرة اللي يطرحها على رئيس الجمهورية بس الكل يرجع من السفر ويكون فيه نشاط جديد على الحكومة بتتشكل بأسرع وقت ممكن يعني نحنا كلنا أمل أنه تكون تشكيلة بأقرب فرصة ممكنة هل العقدة فعلا دولة الرئيس مسيحية مسيحية أو هناك عقد أخرى؟ لا هناك عقد متعددة مش بس عملية مسيحية مسيحية وليست عقد طائفية وليست مرتبطة فقط بالحصص الأفريقاء المختلفين فيه أمور يعني كتير متشاعبة ولكن هذا يعود مثل دولة الرئيس هو بعالجها بطريقته خطوة خطوة وهذا قد يؤخر الحكومة ولكن لا يقف أمام عدم تشكيلة فيه محاولات كتير لتقليص حجم القوات ونوعية الوزرات بالحكومة إلى آخره وفيه حملات كتير موجهة بوضوح ضد القوات اللبنانية لتشويه سرطة ولأحراجها وإلى آخره ولكن بالنتيجة تشكيل الحكومة سيحصل بطريقة عادلة للجميع والقوات اللبنانية دائما ترى الحكومات بمنظار الشراكة الإيجابية دوت الرئيس هناك من يوجه أصابع الاتهام لعملك بوزارة الصحة فكيف ترد على المشاككين؟ كلها معلومات خطأ ومغلوطة ومضللة أول رد بيكون بالقضاء للي وصلوا بهالطريقة هذه تاني رد هو بالمنطق أنه نحن كل الخطوات الإصلاحية اللي أمنا فيها يوجه عليها تصويب وكأنها خطوات خاطئة وهي بالعكس تماما قطاع الصحة هو يعني بصحة الإنسان لما نقول عدد أسرة المستشفيات نحن عم نطلع على العدد الفعلي مش المسجل بالنقابة لأنه بيسجلوا أقل حتى ما يدفعوا رسوم بالنقابة نحن جبنا الحجم الفعلي لأننا نطبق ناس نحن ما بدنا نشتغل عملية ورقية وحول موضوع الأدوية في الكارانتينة اليوم نحن حولنا نخفض لأنه زاد عدد الأدوية وزاد عدد المرضى أكثر من 25 ألف شخص عم بيأخذوا أدوية من وزارة الصحة لذلك خفضنا الاستثناءات بحدود 65% وكانت هذه خطوة جريئة كتير كبيرة إضافة خفضنا الاستعمال العشوائي للأدوية لأنه حطينا برتوكولات جديد وصرنا نطلب الأدوية بحسب الحاجة لحتى ما يصير فيهم هدر لكن لم تنقضع الأدوية إطلاقا ولكن بدون موازنات إضافية سيكون هناك مشكلة كبيرة بالقطاع الصحي مش بس على أيامنا على المدى البعيد يجب أن تعالج الوزير حصباني العائد من نيويورك بعد ترأسه وفد لبنان وتمثيله منطقة الإسكوا تحدث عن التنمية المستدامة 2030 ودعم لبنان دوليا كانت في لقاءات جانبية أيضا مع صفراء الدول في مجلس الأمن وطرحنا المواضيع الأساسية للبنان كموضوع ضرورة عودة النازحين بأسرع وقت ممكن وعودة آمنة النازحين السوريين كلنا نظروا لحلول عملية أن يكون هناك حلول عملية منطقية وسريعة والهدف أن تكون عودة آمنة ويكون هناك آليات لهذا الموضوع لا تعرض أحد للمخاطر ولكن أيضا ينظرون إلى أن يكون البيئة الحاضنة في لبنان أو المستضيفة في لبنان أن يكون لها اهتمام أيضا المواطن لبناني أن يكون له اهتمام من المجتمع الدولي من ناحية الاستثمارات والدعم اشتركوا في القناة